حكيم كان أمور يعني تعطيك معلومات كثيرة كيف يلعب يعني لما تكون عنده الكرة كيف يخرج الكرة ولا يلعب طويل من هم اللعبين يعني اللي هما يصنعوا القرارات عليهم تمشي كثير الكرة ما هو ما صار الكرة اللي يخرجوا به كثير كيف يعني كيف يدافع كيف يلعب الكرة تابتة كي تكون عنده كيف حال ملاعبي يبقى كيف حال اللعبي يروح يشارك كيف يعني يلعب بكتلة متوسطة وكيف يلعب كيف يلعب بكتلة متأخرة كيف يلعب كيف يضغط كيف يضغط شكون هما اللعبين اللي يخرجوا يعني كل هاد الأمور متدروسة وانت لازم يكون عندك خطة معاكسة لكل هاد الشي لما يضغط عليك بالتنين وبالتلاتة هاي كيفاش نخرجوا الكرة لما يكون واحد هاي كيفاش نخرجوا الكرة احنا الآن نعطيك مثل حاكيم احنا الآن وللعبنا بتلت مدافعين في المحور وهما يلعبوا بمهاجم واحد احنا راح تكون عندنا زيادة عدد كبيرة لازم واحد من اللعبين تعنا ثلاثة دايما يمشي بالكرة حتى يلحق الوسط الميدان حتى يزيد يكسر خط من خط يخرج له واحد بوسط كل هاد الأمور مدروسة حاكيم من بعدين يبقى اللاعب هو اللي يشوف هو حامل الكرة هو اللي يقرر حاكيم يلعبها طويلة يلعبها قصيرة احنا لازم تكون عندك كل المعلومات